الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزله رؤية صنية بطاطس بالدجاج في المنام علامة على الرزق والمال الذي يأتي لصاحب الرؤية بدون مجهود أو تعب منه والله أعلم رؤية صنية البطاطس بالدجاج في المنام علامة على العلاقات الناجحة في حياة الرأي والله أعلم رؤية صنية البطاطس بالدجاج علامة على تحسن الأحوال النفسية والمدية والصحية والله أعلم عندما يرى الشخص في منامه البطاطس بالأرز يكون دليل على انزعاجه من الكلام والصرصرة والمضايقات الكثيرة البطاطس والبزنجان في المنام معا علامة أن صاحب الرؤية لا يستطيع أن يأخذ قرار سليم في حياته والله أعلم رؤية أكل الميت للبطاطس في المنام والله أعلى وأعلم علامة على الخير الذي يحصل لأهل هذا الميت والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تصنع صنية البطاطس بالدجاج في المنام علامة على الرزق والمال الوفير الذي يأتي إليها هي وزوجها الأيام القدمة بغير تعب أو عناء والله أعلم رؤية صنية البطاطس بالدجاج في منام الفتاة العزباء علامة أنها سوف تتزوج من رجل سري وغني الأيام القدمة والله أعلى وأعلم إذا رأت المرأة المطلقة أنها تعد صنية بطاطس بالدجاج علامة أن الله عز وجل سوف يرزقها بزوج خيرا من الذي سبق في حياتها والله أعلم رؤية البطاطس النيئة الخضراء في المنام علامة على الاضطرابات في بيت صاحب الرؤية بسبب أقاربه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر